حرار وحران ماشي على سريع حرار وحران حي الله حرار وحران حي الله حرار وحران أيضا قلة في إخوانا في وهران ومفهوم أن هناك قمع شديد في وهران لكن يمكن يمكن الخروج في كثير من الأحياء يمكن الخروج ولو مثل هذا الحي ولذلك في الحقيقة الموقف إخوانا وحران كان قوي أيضا في الانتخابات وكانت مقاطعة شديدة لكن لابد من إعادة تنظيم الصفوف وإعادة العمل بالخروج وهران كانت من المدن القوية وفي مرات كان فيها عشرات الآلاف ممن يخرجون نعرف أن هناك قمع شديد نعرف أن هناك تخويف طرد من العمل تهديد اقتقالات كل هذا لكن للثورة ثمن للحرية ثمن طريق إلى الحرية يمر عبر الثورة الشعبية السلمية اليوم لأنه أمام هذه العصابات إذا لم تكن هناك سلمية فساءة العنف السلمية في الحقيقة هي تنقذ الشعب تنقذ البلاد تنقذ الدولة من مصير عنيف قد ينتظرها لقدر الله إذا لم يكن هناك الشجاعة الكافية فإن هناك سيلتجئون بعد أن تضيق عليهم الدنيا سيلتجئون إلى العنف أحيانا العنف ضد أنفسهم عمليات الانتحار ستتزايد الحديث على أنه في جسر قسنطينة في أحد الجسر الشهيرة أعتقد يسمى جسر راشدي أكثر من 12 انتحار في الشهر الأخير في اليومين الماضيين انتحارين هذا أن الناس تلجأ إلى العنف الانتحار هو عملية عنف شديدة ضد النفس بمعنى أن هناك يأس مطلق أن الإنسان وصل إلى مرحلة يأس فيها مطلقا من الحياة ولم يعد يتحملها فيلجأ البعض يلجأ يعتقد أن هذا هو المخرج البعض قد يصاب بالجنون وهو أيضا من المخارج بحيث أن الإنسان يخرج إلى عالم آخر ليس عالم الناس الذي لم يعد يتحملوا والبعض يلجأ إلى الانتحار وأنا من هنا أقول لي إخواني الانتحار ليس حل الانتحار جريمة جريمة ضد النفس جريمة في الإسلام جريمة عند العقلاء جريمة عند الحكماء جريمة عند عامة الناس جريمة والانتحار يترك كوارث على الأسر وعلى الناس ليكونوا مقراب من هذا المنتحر أو المنتحرة ويخلف مآسي حقيقية يلجأ له بعض الناس كما قلت اليأس المطلق بدل من أن نلجأ إلى الانتحار وبدل من أن ننحر أنفسنا أو حتى نلجأ إلى العنف فلنلجأ فقط إلى الثبات والصمود الصمود في وجه هذه العصابة والصمود سيؤدي في النهاية إلى الانتصار الأقل شيء يعطيك الصمود هو تلك الشعور بأنك لا تخاف من هذه العصابات أنك لا تهرب من هذه العصابات وأنك تواجهها وتواجهها بالسلمية الكاملة برغم كل ما تتعرض له بدل من أن تهرب إلى الانتحار أو إلى المخدرات أو إلى الجنون أو إلى أي نوع من أنواع أخرى ومرة أخرى أقول لي إخواني أن التراجع عن الخروج أنا كما قلت مفهوم وقدر أتفهم كثير من الأشياء وإخواننا هناك يتفهمون هذا الأمر ما فيش إشكال لكن فقط يجب أن نراجعه مع بعضنا عدم الخروج ومواجهة هذه العصابات يؤدي بالبعض إلى اليأس والبعض ينحر نفسه والبعض قد يتجه إلى العنف أحيانا العنف ضد القرب منه العنف في الأسرة العنف في الشارع وأحيانا أيضا قد يلجأ الناس إلى الهروب وإلى العنف واستخدام العنف ضد العصابة نفسها وهذا ما تريده العصابة أن تدفع الناس إلى العنف وهما خبراء في العنف هما ديزكسبير بكل ما تعني الكلمة سيلكريمينال تعنف مجرمين تعنف وبالتالي مرة أخرى عندما نقول تركيز والخروج والسلمية فهذا لحماية المجتمع ككل وحماية الشعب ككل وحماية البلاد ككل